بقعة انفراج أو بقعة ضوء حدثت قبل أشهر من الآن وقبل أسابيع اعتراف من فرنسا بجريمة ضد المناضل موريس أودان أستاذ محمد دباح قولي فقط تعتقد أن رئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون سيفي بوعوده خاصة أنه تحدث عن كشف ملفات الناس المختفين الناس المغيبين قصرا في فترة الطورة التحريرية أم هو مجرد كلام فقط أمام عائلة موريس أودان ماكرون وحده ما ينجم يدير حتى شيء ما هو مؤسسات يعني يبارلك مؤسسات هما ما ينجم شيء لي حتى شيء هو يجي وعد لكن هلننشوفه في القادية في الأدمغة جماجم ونحن نجيبه الأدمغة ما نجيبه همش نخليها عار بش متعار على فرنسا هدي اللي يقولك جيبه الحضرة وفي ألفين وخمسة لما نتخبه قالوا باللي درنا الحضرة في الجزيرة شوفوا الحضرة نجمنا نروجه لعالم كله نقولهم كيت روحوا الباريس روحوا الميزير لهم وشوفوا الحضرة تلك فرنسا ما نجيبه همش نخليهم تمك نديروا عليهم شيء كبير هنا نديرهم تيمتال اللي شو هده أنا أعظماء نديروا شيء كبير لكن نخليها بش متعار على فرنسا هاي الحضرة تلك فرنسا وتبقى إلى الأبد حلعنا نجيبهم خليهم خليهم ونروجوا للعالم كله اللي يجي السواحة اللي يجي لباريس قال روح تشوف يعني بش متعار شوفوا فرنسا واجدرت ها فرنسا من البشعات من البشعات لدينا خلنا فرنسا قهرناها يعني بش تكون في بالكم في الحرب قهرناها فرنسا دوغول يعني قهرناها قهرناها كان مدابيا نكمل نكمل على خاطر كان كان معاه المتطرفين اللي كانوا مع الحكومة التاعو دوغول كان مدابيا تفك كان مدابيا يطمع في الصحراء شوية كان مدابيا يقسموا كل واحد كان حاب يطمع لكن دوغول مع الجماعة التاعو والجماعة التاعو لهم يقسموا قصبانيا حاب تدي شيء كل واحد يقبيه هذه الجزيرة كل واحد حاب يدي منها ترف حتى جدير الناس أطمعتها عن الناس لكن احنا مسألة هذه تاع الأدمغة جماجم هذه هذه الجماجم نخليوهم باش متعار لكن احنا نديرو عليهم شيء كبير احنا اشتركوا في القناة